من جانبه تحدث القيادي في المشروع العربي موسى إبراهيم عن تخصيص استمارة الكترونية لجمع شكاوى المتضررين من قوات احتلال العراق وتقديمها عن مكتب حقوق الإنسان التابع للمشروع العربي طالبت الأمان العام المشروع العربي الحكومة البرلمان والحكومة العراقية بتفعيل هذه الدعاوة ضد الاحتلال الأمريكي بالاتفاق مع المنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة لذلك لأنه ليس من السهل أن تقوم قضية أو دعوة على أي أمريكي إلا بموافقة قاضي أمريكي لأن هذا هو القانون الأمريكي موضوع بهذا الأساس لذلك تم تفعيل لجنة من المحامين الدوليين من خلال أمان العام المشروع العربي وتم الاتفاق على هذه الدعاوة مع الأمان العام المشروع العربي لذلك تم إعداد استمارة الكترونية وهذه استمارة الكترونية تم إعدادها منذ فترة عن طريق مكتب حقوق الإنسان في المشروع العربي يتسنى وتم من خلال هذا المكتب جمع المعلومات حول انتهاكات التي حصلت ضد الشعب العراقي من عام 2003 إلى يومنا هذا وستتم العمل في هذا المشروع من خلال مكتب حقوق الإنسان في المشروع العربي